إلى ذلك تواصل غرفة عملية تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة الانتخابات الرئاسية بالتنصيق مع غرف العمليات المشتركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ورصدت التنصيقية فتح اللجان الانتخابية في موعدها في التاسعة صباحا باستثناء عدد قليل من اللجان تأخرت لدقائق قليلة وقد تم تدارك الأمر كما رصدت بعض المحافظات تأخر فتح بعض اللجان نظرا للظروف الجوية التي وصلت في أقصى وقت إلى تأخر ساعة وربع لتأخر وصول أستاذ القضاء بسبب تلك الظروف الجوية ثم انتظمت العمليات الانتخابية في كافة اللجان بعد ذلك ولم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية ورصد متابعون تيسير الإجراءات المختلفة أمام الناخبين في الإدلاء بأصواتهم واستمرار توافد وإقبال الناخبين في مختلف المحافظات بشكل جيد